باشرت فرق الدفاع المدني و 16 فرقة طبية من عدد جهات باشرت حريقة نندلع اليوم في مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمنية في مدينة جدة وأوضحت المديرية أن الحريقة نشب في سقف المحطة وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وذلك حسب ما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة كما أغلقت إدارة مرور جدة طريق الحرمين ودعت قائد المركبات إلى استخدام الطرق البديلة الزميل بدر الشريف لديه المزيد من هناك بهذا الدخان المتصاعد من محطة القطار بجدة هناك حريق شبه ابتدأ من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا لهذا اليوم حجب الرؤية كما ترون تماما عن محطة القطار الحريق لا زال ممتدا ومستائرا جهود رجال الأمن من قوات الدفاع المدني وطيران الأمن العام من خلال إطفاء البري والجوي لمحطة القطار مستمرة حتى اللحظة هناك خمسة إصابات تم إجلاءها من أسطح وأسقف محطة القطار بجدة قبل أن يمتد فيها الحريق بشكل عام من خلال الطيران العمودي والذي لقله من المستشفيات الإصابات فيها متوسطة وخفيفة لا يوجد إصابات خطيرة حتى اللحظة ولا وفيات حتى اللحظة الجهود في أرض الميدان أكثر من ستاشر فرقة طبية وإسعافية موجودة في أرض الميدان وكذلك جهود عظمى لرجال الأمن في تيسير الطرق لسيارات الطوارئ وعدم تقدس الطرق المحيطة في محطة القطار كما ترون العجاج والدخان غطى محطة القطار الرئيسية بجدة ولا زالت الجهود من رجال الدفاع المدني ومن طيران الأمن العام المستمرة نتمنى لهم التوفيق ونتمنى إن شاء الله إخماد هذا الحريق في أقرب وقت ممكن شكرا